بسم الله الرحمن الرحيم المتطرف اليوم جميعا للتضامن مع العلامة المجاهد آية الله نمر باقر النمر لأداء بعض حقه علينا وللدفاع عنه تجاه ما يتعرض له من قبل نظام آل سعود المتطرف ومؤازرته قبيل المحكمة الجائرة بحقه الفقيه المجاهد هو أحد أعمدة الحوزة العلمية في المنطقة والمشهود له بالعلم والمعرفة والصلاح فكان ولا يزال مدرسة علمية متوهجة في النشاط والمثابرة والتربية وترويض النفس والنقد والتجديد فمثله يستعق التكريم والإشادة والإحتفاء لقد سجل آية الله النمر موقفا مشرفا بالدفاع عن شعب البحرين وثورته واقفا كالأسد الهزبر لا يخشى في الله لوم تلائم رغم ما عاناها من جور النظام السعودي الذي أمعن في التضييق على سماحته ولكنه أباء لا صوت الحق الهادر رافعا ظلامة الشعب والأبي ومدافعا عن ثورته الناصعة في وقت خرست فيه ألسن وخشية فيه النفوس حينما تمر فرص التغيير في التاريخ عادة ما ينبرى لها رجال أبطال أشداء لاستثمارها والاستفادة منها قبل رحيلها فالفرص تمر مر السحاب وقد لا تتكرر في وقت قريب هكذا هو الفقيه المجاهد النمر بطلا مقداما مطالبا بحق التغيير والإصلاح والخروج من النفق المظلم الذي تعيشه أمتنا للوصول إلى بر الأمان والسعادة إننا اليوم مطالبون بمؤازرة هذا الطود الشامخ والوقوف إلى جانبه والتضامن معه ومع عائلته المضحية ودفع كل أنواع الحكم الجائر بحقه والمطالبة بالإفراج عنه وعن كل السجناء والمظلومين وإن جمعية العمل الإسلامي تطالب بالإفراج الفوري عن آية الله المجاهد الشيخ نمر باقر النمر حيث إن ما قام به لا يعدو كونه ممارسة لحقه المشروع في التعبير عن رأيه وذلك لا يستوجب سجنه فضلا عن المطالبة بتنفيذ حكم الإعدام بحقه ونؤكد على ضرورة الاستمرار في الفعاليات التضامنية والإحتجاجية وفاء للعلامة النم جمعية العمل الإسلامي أمل البحرين المحتلة الأربعاء 24 شوال 1435 هجرية الموافق 20 أغسطس 2014 ميلادية ترجمة نانسي قنقر